لكن النهاردة هتكلم على نجم الليلة من المجري هو نجم مختلف نجم لعب للأهل ولعب للزمالك وكان بينهم الاثنين لعب للسكة الحديد هداف بدرجة قدير أخلاق بدرجة محترم جدا 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 الكل بيحبوا سواء أهلها ولا زمالكا ويمكنها هتوقف في الحتة الصغيرة دي هنا لأن بعض الناس تقول لي انت ما بتجيبش ليه بمجموعة من لعب للعب للزمالك اللي احنا جبنا بلكده الكابتن حلم طولان وجبنا بلكده الكابتن الخواجة وإن شاء الله الفترة اللي جاي حيبقى معنا نجوم كتيرة جدا من الناد الزمالك والأندية الأخرى الإسماعيلي والمصري والاتحاد احنا جبنا بلكده الاتحاد والقلومبي كل أندية مصر والمقولين العرب والسكة الحديد كل الأندية دي كل احنا بنحاول نحنا نجيب الناس اللي الناس شافتها وتفرجت عليها ونفكرهم بيها وإده بتبقى أقل تكريم من برنامجنا لبعض الناس دي ولما بتكلم عن النجمينا النهاردة هو نجم بصراحة من الناس اللي أخلاقها عالية جدا أنا ما شفتش منه ولا غلطة ولا كلمة تدينه وأهدافه اللي هو سجلها ما حدش يقدر ينساها سواء مع المنتخب أو مع نادي الزمالك هو طبعا من موليد 9 سبتمبر 63 مشواره بدأ من الشرقية والعين اللي شافته العين كانت أهلوية في بداية الأمر ويجابوه على طول قوي ما شابهه بمركز شباب جابوه وفي نفس الوقت لقوا إن فيه ده هيبقى نجم كبير قوي لكن حظوا العاسر الإصابة اللي عينة حرمته من الانصمرار في القلعة الحمراء وأكتر من نادي كان نفسه إن النجم ده يلعب فيه زي الإسماعيلي والمقاولين العرب والأولومبي لكن اختار نادي في نفس الوقت نادي السكة الحديد وما أدرك على السكة الحديد السكة الحديدة كان في الدرجة التانية عشو بقى موحنا سيب أندية زي الإسماعيلي وزي الاتحاد وزي الأولومبي وأندية كتير جداً ويلعب درجة تانية ليه؟ عشان عاوز يلعب كورة وده معناه أنه هو الراجل محدد لنفسه مصار أن المصار لازم يوصل ليه وبعد كده بعد ما لعب السكة الحديد خده نادي الزمالك وطلع معاه الممتاز وده بقى زع سيطه بسبب أهدافه وشفته الكابتن محمود الجهري لما ضمه المنتخب القومي والناس كنت لك هو إيه ده اللي ضمه المنتخب المصر ده كان بيلعب في السكة الحديد وبعد كده راح لنادي الزمالك وليسه ملعبش مهم لعب لنادي الزمالك وحقق بطولات وعمل إنجازات وصنع اسم كبير عشان تظل أخلاقه هي أبرز ما فيه نجمينة الليلة نجمينة الليلة هو صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولات كأس الأمم أفريقية منذ بدايتها عام 57 الهدف اللي أحرزه ده بعد 19 ثانية من بداية مباراة كانت مباراة بين مصر والجابون في المجموعة التالتة لبطولة كأس الأمم أفريقية في تونس عام 94 كمان كان ليه هدف تريقي في مرمى النادي الأهلي في بطولة كأس السمر الأفريقية 94 وده كان من أبرز أهدافه واللي منع نادي الزمالك لقب أبطال إفريقيا سنة 94 وفي نفس الوقت بعض الناس قولك إيه انت جاي بلعب نادي الزمالك وتقول إنه هو سجل في نادي طبعاً نحقه وده التاريخ بيقول كده احنا مش هنلغي تاريخ ده تاريخ ونجم كبير جداً وحقق بطولاته حقق أهداف ومنها الهدف اللي زي ما قلت لكم بتاع السوبر في مجرات الأهلي اللي تلعبت في جوهانسبرج أطلقوا عليه من بعدها اللي هو السوبر أكيد كده أكيد السوبر كلكم عرفتوه ترجمة نانسي قنقر